عن إيران بالمناسبة في ظل هذا المحور لا لن أتحدث هذا النظام الجمهورية الإسلامية اللي سوف ينهار كما أنا قلت لك طبعا سنتيا قلت لك الفوضى تدفل في إيران سنتيا وثم ينهار هذا النظام الآن يبدو أنه أسرع سوف ينهار يعني ممكن في حزيران القادم نرى شيء آخر في إيران العكاسات هذا على العراق شنو هو هذا المهم؟ أولا أنهيار النظام في إيران سوف يعجل في انهيار منظومة اللصوص والسراء في العراق نهائيا لأنه لماذا؟ أولا الشعب رافضهم ومجتمع الدولي رافضهم بالتالي إيران اللي دعم لهم سوف تنهار ومن خلال هذا المعطى الحقيقة هم شو بطريقتهم الآن؟ قام يجيبون حكومة ستة شهر وشهر وشهرين ليش؟ حتى ينهب وعسر يعني أنه يدري ما بقي له وقت طويل هاي خليها عندك ساد نجيب هاي تقول لي شلو؟ رح أقول لك يدري يعرف أنه أي واحد من دولة الزعمة يقول لك على السريح خلي أجيب لي واحد رئيس وزراء وأنهب براسة ومن خلال هذا النهب خل أستطيع أشينا في هاي شهرين ثلاثة أربعة وأطلع لأن الأمور ما معروفة وين رايحة إيران تصور إيران تستجدي تستجدي وساطة الأردن حتى يفتح لها باب مع السعودية ليش؟ توقع ليش؟ توقع يعني شنو؟ رح أقول لك شيء أكو حديث غير مؤكدة على أنه الأمم المتحدة أوصلت رسالة إلى المرجعية بالنجيب لغرض استقبار رجالات إيران رجال الدين الإيرانيين خوفا عليهم من التصفية عندما سوف ينهار إن شاء الله النظام نظام الرهبر في إيران فهؤلاء رجال الدين طبعا نتحدث عن أربعة آلاف إحنا دولا المعممين دولا كلهم بكالة ناسة يشتغلون وكلهم يمسوين يعني الأوتوميك الذرة هذولا كل واحد لحيطة لهنانة وقاعد بس يخرب وفتاوة تطرف مثل ما كانت الكوعدة الوهابية فتاوة تطرف وقتل بالبشرين هذولا الصنفي أنت روجهان لعملة واحدة هذولا يبدون حافظون عليهم وين يرحون؟ يرحون إلى كون يجيبوهم بالنجاة أسا ما أدري بعد الموقف من المرجعية بيّن مبيّن ولكن أكو حوار في هذا الانتجاه في قبال ذلك مشت الحكومة موضوع التجنس هذا القانون السيء الصيد مع الموضوع واحد يجيبو عدلة سنة ها وتطيئة جنسية عراقية بس دولا غشمة بالمناسبة يعني ما يفهمون أنه كل الداتافيس كل قواعد المعلومات مع العراقيين من العشرينات موجودة في أرشفة وتطيئة جنسية مثل ما تتذكر ذاك النظام أكو إيرانيين بالعراق عايشين مئتين سنة جرّة قلم كلهم سفرهم تذكر هاي القصة هاي محاولات شراء الذمم واتخاذ المواقف البائسة بما يتعلق شنوها سوقتها أمريكا هاي تقعد فيها أنت خمس سنين تدفع ضرائم يالله عود يطوق جنسية إذا عندك تيكت ما السيارة ما يطوق جنسية تعرف كيف؟ هذه أوروبا نفس الشيء كل دول العالم ما كوش قانون تجنس غريب لغرض مسخ الهوية العراقية وتغيير الديمغرافية وهي المشاكل عزيزي فهذه الأشياء اللي تحاول إيران تمررها من خلال عراق على الأردن من الأردن ملكي على السعودية لأشياء تحتاج أنت أبو إيران تحتاج السعودية إنه تردك وسيط بينك وبينها هذه شراء وقت وهذه محاولة يعني ماكو تمرير أشياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر